اهلا بيك في الحلقة الشهرية المعتادة من ما حنتش طلب رأيك مساء الفول الحلقة دي مراضي فيها سئلة حلقة لماذا يتم تصوير المباريات من الجهة الجانبية للملعب وليس باتجاه اللعب يعني ليه المباريات ما تبقاش كلها منقولة بكاميرا سبايدر وتكون بتتحرك في اتجاه الهجمة وقتها بتكون كشف الملعب واحنا كمشاهدين نقدر نشوف تمركز اللعبين احسن ونشوف الخيارات المتاحة قدام اللعب اللي مسك الكورة بص ابو الصلاح مبدئيا المباريات فعلا بتتصور بكاميرا سبايدر وبتكون بتتحرك في اتجاه الهجمة وكشف الملعب وساعتها بنشوف تمركز اللعبين افضل فعلا وبنشوف الخيارات المتاحة قدام حامل الكورة ولهذه الاسباب كلها هذه الكاميرا بتعرف باسم الكاميرا الكاميرا سبايدر او تاكتك الكاميرا دي اللي هي الكاميرا المربوطة بأسلاك معدنية وبتتحرك زي السقر كده فوق الملعم طول المباراة هستيبلك في المصادر لينك لموقع ممكن تحمل منه بعض المباريات متصورة بهذه الكاميرا فمن ناحية هي موجودة هي موجودة ليه بقى المباريات ما بتتعرضش من الكاميرا دي في شبكات البث المحلية والعالمية وبتستخدم الكاميرا الجانبية بس اسباب كتير اولها واهمها انه 99% من جمهور الكورة الفعلي لا عايز يكشف الملعم ولا مهتم بانه يشوف تمركز اللاعبين بشكل افضل ولا حتى عايز يشوف كل الخيارات المتاحة قدام حامل الكورة لانه 99% من جمهور الكورة الفعلي مش هو ده تعريف الترفيه عنده والترفيه هو غرضه الاساسي من المشاهدة والترفيه برضو هو اللي بيخلي اللعبة دي لها الجاذبية دي والمشاهدات دي وبالتالي الفلوس دي والتنافس ده جميل ده بشكل عام ليه بقولك كده بقى؟ لانه الكاميرا الجانبية برضو بتظهر كتير من الامور دي في لحظات معينة من المباراة بدليل ان التحليلات التكتيكية الدقيقة بتتكتب بعد كل مباراة من محللين شافوا المباراة من الكاميرا الجانبية عادي بس الناس ما بتحبش او ما بتقدرش تركز فيها وهي بتتفرد بتبقى بتتابع طول الوقت حركة الكورة مش حركة العيد فحتى لو الكاميرا الجانبية بتظهر هذه الامور التكتيكية اغلبية جمهور الكورة مش مهتمة وده طبعا حقه تماما ومحدش يقدر يلوبه ومحدش برضه يقدر يتوهم ان مجال ترفيهي حيتحول لمجال معرفي يعني مستحيل عمره ما حصل عمره ما حيحصل وده يودينا للسبب التاني الكاميرا العنكبوتية دي اللي انت بتكلم عنها مملة جدا انت مش شايف وجوه اللاعبين تعبيراتهم مشاعرهم مش شايف نص الأشارات اللي بينهم وبين بعض مش شايف جزء كبير من لغة جسدهم بالتالي بيفوتك جزء كبير من حكاية المباراة ولهذا السبب لما تفتح المصدر اللي هتطولك فوق هتلاقي اول عبارة مكتوبة فيه مصدر للمدربين لان المدربين او اللي مهتمين بالتدريب او اللي عايزين يبقوا مدربين غالبا هم بس اللي مهتمين بمشاهدة المباراة من هذه الكاميرا هل ده معناه ان المدربين مش مهتمين بمشاعر اللاعبين ووجههم ولغة جسدهم لأ مهتمين طبعا وفي جزء مهم من الجيم بيفهموا من الحاجات دي لكن كمان الكاميرا دي فيها مميزات مش موجودة في الكاميرا الجانبية بالتالي احيانا ممكن يكون مدرب او محلل فتح الكاميرتين قدامه وعشان كده بعض شبكات البث بتوفر البث من خلال الكاميرا التاكتكال او السبايدر دي وغالبا بتبقى برسوم اضافية السؤال الثاني من احمد زيدان اللي بيقول هل تطوير اللاعبين من قبل المدرب وهم ام حقيقة وما هي النقاط القابلة للتطوير دون غيرها وهل هامش التطور موجود في مهارات اللاعب ام قراراته كلمنا عن قصة دي بالتفصيل في حلقة اريد ان اطور اللاعبين يا بوحمد السؤال الثالث من محمود اسامة اللي بيقول باع بخطأ رودري هل ترى ان استفزاز اللاعبين هو جزء مقبول من اساليب الفوز المتعددة ومن الممكن ان نرى مستقبلا اللاعبين يدخلونا المباراة بخطة متعمدة لاستفزاز الخصم بعلم مسبق بحدود القانون في التصرفات الاستفزازية خاصة من الفرقة التي لا تؤمن بحظوظها بالفوز في معركة تاكتكية امام خصم معين اولا يا محمود انا معرفش اي خطأ لرودري اللي انت بتقصده او اصدق الطرد ضد نوتينجام فورست فانا اصلا مش شايف ان جيب زوايد كان عمل ما يستدعي هذا التصرف من رودري واللقطة كلها غريبة اصلا يعني رودري حسب خبرتي ومشاهدتي نادرا ما بيفقد عصابه وحتى لو هو لاعب عصبي بالاساس فالمباراة اصلا كانت خلصانة ومش مستهلة يعني فما اعتقدش ان سؤالك بينطبق على الحالة دي لكن بشكل عام فهو بالفعل فيه فرق بتعمل اللي انت بتقول عليه ده بقالها عشرات السنين عادي مش شئ حديث ولا مبتكر ولا لسه هنشوفه يعني يعني منشستر سيتي ورودري نفسه بيعملوا كده احيانا هل الاسلوب ده مقبول بالنسبة لي بقى سؤال صعب انه سؤال سبجيكتف قوي يعني لا اعتقد ان كل الحالات زي بعضها بس بشكل عام يعني اعتقد انه كون فريق نازل يعمل ده تحديدا وحطه في دماغه حيفضل جزء من الكورة دايما جزء انا شخصيا لا افضله لاني بشوف انه مليوش علاقة بالرياضة وفي نفس الوقت انه كونك نازل تعمل ده تحديدا سواء كنت مدرب او لعب انا بشوفه الدليل على الافلاس والعكس حتى لو كانت خطتك وتحضيرك للمباراة ممتازة كون ان ده جزء من خطتك وتحضيرك للمباراة فانا بشوفه دليل على الافلاس والعجز والاهم كمان انه مش ممكن ينجح الا لو الحكم ساعدك بطريقة الناس اما ساعدك بانه ما كانش شايف ما كانش موجود في المكان المناسب في الوقت المناسب او لانه قليل الكفاءة بشكل عام او ساعدك لانه زي ما بقول دايما على حكام بريمل ليج قرر يتحول لمخرج ويطلع المباراة بالشكل ده طيب هل في مشكلة انك تكون مفلس وعاجز في مباراة كرة قدم؟ فرأيي في كرة القدم الحالية لأ مش دايما هتكون مشكلة مش دايما هتكون حاجة انت تلام عليها بهذه دي الفجوات الضخمة في الامكانيات المادية والفنية لازم كل اسبوع هيبقى فيهم مباراتين تلاتة فيهم خصم عاجز ومفلس قصب عنه وهدي الاساليب ربما تدي له فرصة في انه يخرج بنقطة او يفوز حتى احيان بس امتى بتحصل المشكلة بقى؟ لما يحصل الابيوز اساءة الاستغلال انت عندك هامش منطقة رمضية الثغرة في اللوايح او في القوانين في بعض الاحيان الثغرة دي بتكون مهمة لتحقيق شيء من العدلة للقانون او اللائحة نفسها مش بتحققها لكن في اغلب الاحيان بيوساء استغلالها زي ما قلتلك منشستر سيتي نفسه ورودري نفسه بيعملوا ده مدرب رائع ولعبين رائعين وميزانية اسطورية الاخ 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 ورغم كده بيعملوا ده فتضطر امتى تتعدل القوانين واللوايح لمواجهة هذه الثغرة التي يوساء استغلالها فتظهر ثغرة اخرى وهكذا يعني شخصيا بشوف ان المحرك الرئيسي لتطور البشر في موضوع قوانين واللوايح ده هو الابيوز الرغبة الدائمة في مواجهة الثغرات والمشاكل اللي بتوجدها القوانين واللوايح الحالية هي دي اللي بتقدي لتطوير القوانين واللوايح الحالية مش الرغبة الخالصة النقية في التطوير لواجه الله يعني فرأيي في هذي الاساليب لا افضلها دليل على الافلاس والعجز وغالبا لن تنجح فيها الا اذا ساعدك الحاكم بطريقة النقية وبالتالي هي كمان غير مستدامة الافضل انك تركز على ما يمكن تغييره والتحكم فيه فعلا واللي حق اضافة ليك ولللعبة يعني لا يوجد شيء ملهم او عظيم في انك عرف تتخرج لعب عن تركيزه او تطرده حتى لانك شتمته او ضربته من غير ما الحاكم ياخد باله حتى لو ده حقالك نجاح لحظي بساعتها لانه لو هذا الفعل ملهم وكل ناس عملت نفس الشيء مش هتبقى كورة ببساطة بالتالي القصة كلها قيمة على المراهنة الفهلاوة انا هعمل كده ومش هتقفش بس غيري لما يعمل هيتقفش بالتالي هطلع عنك كسبان ومفيش اي شيء في الدنيا بيسوده هذا المنطق الا وبيفشل بطريقة المنطقة السؤال الثالث من هاشم اللي بيقول اختر اللي تحبه ليه منتشر ظاهرة ان المعيد البدني بعد انتهاء المباراة بخلي بعض اللي عيبة تلف في الملعب وتعمل تدريبات وهل هي عقاب مثلا ولا ايه طيب انا قرأت بس السؤال الاول واختطت السؤال الاول لان هو ده السؤال اللي انا هجاوبه وهذا اللي انا اخترته لان عندي المصدر ليه وهذا المصدر طبعا هو حسن بالتالي بص يا هاشم في كل مباراة في لعبين لعبوا المباراة كاملة وفي لعبين ملعبوش خالص وفي لعبين نزلوا كبودلة عشر عشرين تلاتين دهية ايان كان اللاعبين اللي لعبوا المباراة كاملة دول عملوا مجهود بدني اسمه جيم فاليو قيمة المباراة البقين ما عملوش هذا المجهود طبعا فكانوا بيجوا تاني يوم المباراة في التدريبات يعوضوه ازاي زمان كانت بتتحسب بالمسافات المقطوعة وده طبعا مكانش دقيق بس يعني كانوا بيحسبوها ان اللاعب الواحد في المباراة الواحدة بيقطع ما بين 11 ل 13 كم بالتالي اللاعب اللي ملعبش خالص ده محتاج يعوضهم تاني يوم العقاب يعني بس عشان يبقى كل اللاعبين على نفس المستوى من اللياقة نفس المستوى من الاعداد البدن في الوقت اللي هو بيعوضهم بقى تاني يوم بيكون اللاعبين اللي لعبوا المباراة كاملة بيعملوا ما يعرف باسم الراحة الايجابية بمعنى انه بيجي بس يعمل الاحمال البدنية الكافية لفك العضلات يعني ايه فك العضلات المفروض ان كل مجهود بتعمله العضلات اثناء المباراة ولا يحرق فيه لا يستخدم فيه الاكسوجين اللاعب بيحرق فيه السكر المخزن بالفعل في جسمه او الجليكوجين والعملية دي بتنتج ما يعرف باللاكتيك اسد او حمض اللاكتيك وهذا الحمض هو اللي بيتسبب في احساس الحرقان اللي انت بتحسه في عضلاتك بعد مجود كبير بعد تمرين تجمل وبيمنعك من التحميل على العضلة اكتر من كده ويسبب الارهاق والاجهاد في العضل هذا الحمض بقى عشان يغادر انسجة العضلات عشان يطلع منها ويديها فرصة انها تتكدد وتلتأم وتتعافى احتاج احمال خفيفة لو انت بعد تمرينة جيم قوية مثلاً قعدت في البيت ما عملتش حاجة الاجهاد في العضلات هيستمر معك فترة اطوال لو نزلت لعبت احمال خفيفة فكيت عضلاتك وبالتالي طلعت اللاكتيك اسد منها عضلاتك هتتعافى اسرع ايه علاقة كل ده بقى بسؤالك هاشم ان العملية دي كلها كانت بتتم تاني يوم في التدريب تاني يوم المباراة اللي عملوا الجيم فاليو ياخدوا راحة ايجابية ويطلعوا حمض اللاكتيك من عضلاته واللي ما عملوش الجيم فاليو بيعملوا الجيم فاليو بالتالي هم متاخرين يوم كامل عن الناس اللي لعبت المباراة كاملة اللي هم التشكيل الاساسي بيشيفت يوم حصل ما بين دول ودول فلما تطور العلم وهي الطب الرياضي اكتشفوا ان الفكرة مش في المسافات المقطوعة مش هي دي اللي بتجهد العضلات الفكرة في الهي انتنسيتي اكشنز اللي انت خلاص بيتعرفها كويس دلوقتي التصرفات البدنية عليها تلحد بالتالي اللعب البديل او اللي ملعبش المباراة خالص انا مش محتاجة اجرين مسافة دي كلها انا بس محتاجة اعواد له نفس القدر من التصرفات البدنية عليها تلحد وممكن اعمل ده باني اخليه يركض مش يغطي المسافة المقطوعة يركض بقى من التمامتاشر للتمامتاشر عدد مرات معين بسبعين او تمانين او تسعين في المية من سرعيته القصص عسب بقى الحمل اللي انا بعوضه واللي ناقسته من خلال الاجهزة اللي بتحط على ظهر اللعيبة اثناء المباراة ولما اكتشفوا الكلام ده قالوا طب احنا ليه نستنى الثاني يوم عشان نعمل الكلام ده ما نعمله بعد المباراة مباشرة عشان الخلل اللي في جدول الاحمال ده يتصحح مايبقاش فيه شفت وتاني يوم يبقى كل الناس عملت جيم فاليو وهي دي الفكرة في تعويض الاحمال البدنية للبدلاء بعد المباراة مباشرة الاستدراك المهم هنا بقى انه كتير من الدراسات الحديثة اثبتت انه قصة حمض اللاكتيج دي مش صحيحة قصة حمض اللاكتيج دي كلها كانت مبنية على تجربة عملها عالم الماني اسمه اوتو ماير هوف في بدايات القرر العشرين والتجربة كانت على رجلين ضف ضع في نظام مغلق بلا اكسوجين واستخدم نبضات كهربية في تحريك رجلين ضف ضع وبعدها تكون فيهم حمض اللاكتيج فعلا وماير هوف وغيره اخدوا نوبل عن الطب عن هذا البحث في 1922 لكن دراسات حديثة اثبتت ان حمض اللاكتيج مش هو السبب في اجهاد العضلات بالعكس ده ممكن استخدامه لحقا كوقود تحرق العضلات دي اللي بيسبب الاجهاد في العضلات فعلا هو الاجهاد والتمزقات الميكروسكوبية الدقيقة اللي بتحصل في انسجة العضلات بعد التمرينات الحد لكن صديقنا حسن بلتاجي بيقول انه رغم وصول هذه الدراسات الحديثة لكتير من الجامعات الاوروبية الا ان تعويد الاحمال بالشكل ده اللي انت بتوصفه يا هاشم والاعتقاد بان القصة كلها في حمضة اللاكتيج مزالت شائعة ومستقرة في كرة قدم ومعمول بها بل وتدرس في الرخص كمان رغم طبعا ان التجارب العلمية الحديثة بتنقض هذا الكلام السؤال الرابع من محمود قطب اللي بيقول ايه دايت او جدول التمرين اللي ماشي عليه الفترة دي؟ لأ انت فاهم غلط يا محمود انا نزلت بتاع 15 كيلو كده ولسه باقي قدهم مرتين مثلا ده بالراحة كده يعني هنزل دول وهيبقى لسه فيه كمان شوية انت بس متعيق لك اني خسيت كتير عشان انت هنا في الكرة التانية شايف من فوق بس وفي الوقاي يحكي بيبقى الكورسي قدامي فمش بين حاجة فلا يعني خالص انا بعاني اي يومة معاناة بالذات في حاجة اني لاقي وقت اصلا ان انا روحي جيم لان انا اصلا كئن ليلي بالتالي انا محتاج جيم فاتح 24 ساعة ومفيش حاجة زي كده قريب مني في المنطقة اللي حوالي فانا بخبط كده اللي هو يعني بحاول في قدر الامكان والوقت اللي بيبقى ملخبط فيه اكل وتمرين قد الوقت اللي بقى بقى منتظم فيه تقريب عشان كده بقى ليه فترة وزني واقف مش بنزل ليه ده بيحصل بقى؟ دي بقى محتاجة احكي لك قصة حياتي وتاريخي مع الاصابات وحاجات زي كده السؤال الخامس من فقاد سعد اللي بيقول ليه اعظم ماتشاط دي خيات كانت لما الفريق كله بيدافع وبيلعب تحت الكورة؟ في سبتمبر 2018 الزميل جوناثن ويلسون حاول يجاوب على سؤال مشابه ليه دي خيات كان مؤثر جدا مع يونايتد مورينيو لكن العكس مع اسبانيا؟ واجابته كان فيها شيء من الوجهة في رأيي ولو ان حسيت ان كان فيها حتة ناقصة ويلسون بيقول ان البديهي هو ان في تعارض واضح ما بين اسلوب لعب اسبانيا من جهة وقدرات دي خيات كحارس من جهة تانية بسبب طبعا التفصيلة اللي كل الناس عارفاها وهي ان اسبانيا بتبني اللعب من الخلف بتلعب الكورة على الارض وبالتالي بتحتاج مشاركة الحارس في الخروج بالكورة ودي كلها امور دي خيات ما كانش بيبقى مرتاح وهو بيعمل لكن هذه الامور في نفس الوقت في منشست رونيتد مورينيو ما كانش بتحصل كتير نادرا ما بيبني اللعب بنفس الطريقة وغالبا كان بيروح لحلول زي الكورات الطويلة اللي في اللايمي ولوكاكو هل ده بقى يعني ان الكورة الحديثة هي من قتل دي خيات؟ مش بالزبط لان الكورة مش بلدب بس ومش وانا معايا الكورة بس بحتى في المراحل الدفاعية دي خيات كمان هيعاني مع اسبانيا من غير الكورة خالص لان بناء على ما سبق مورينيو حتى وهو بيدافع مع ماتشست رونيتد نادرا ما بيضغط عالي وغالبا ما بيكون خط دفاعه متأخر قريب من مرمى بالتالي دي خيات مش محتاج يخرج من مرمى حتى في المراحل الدفاعية كتير مش محتاج يلم بينيات ولا يشتبك مع مهاجمين ولا يغطي ورا اي لعب من دفاعه دي مثلا نفس المشكلة اللي كانت بتعاني منها الكاميرون في التمانينات قبل الكلام ده كله قبل الكورة الحديثة وبناء اللاعب والكلام ده كله الكاميرون كان المنتخب الافريقي الوحيد اللي عنده حارسين مرمى عظماء توماس نكونو وجوزيف انتوان بيل بينما اغلب المنتخبات الباقية كانت شايفة ان دي نعمة هي كانت نقمة في الحقيقة نكونو كان بيفضل يتراجع ويفضل في مرمى ويعتمد على ردود افعاله الخارقة انتوان بيل كان العكس بالتالي اسلوب اللاعب كان بيتغير على حسب مين فيهم اللي بيلعب بيل قال ان اخسارة الكاميرون قدام انجلترا في ربع نهاية 1990 كانت بسابة تفصيلة دي تحديدا نكونو هو اللاعب والكاميرون هجمت اسلوب اللاعب غير متناسب مع الحارس بالتالي انجلترا فضلت ترمي بينايات ورد فعال كاميرون لجاري لينكر وفي واحدة منهم خد راكل الجزاء ده شيء مشابه للي بيحصل معديف الدخية هتقول لي بس دخية في مونديال 2018 مثلا اخطأ اخطاء ملاش علاقة بالبيلدوب ولا حتى بالمراحلة الدفاعية اللي بتقول عليها دي زي مثلا فاول رونالدو اللي عدم تحت ايده هقولك هي دي الحتة بقى لنقصة من تحليل ويلسون فوجة نظر انه وجود هذا الصراع التكتيكي طول الوقت والتغيير الدائم ما بين منتخب اسبانيا من ناحية ومنشستر يونيتد مورينيو من ناحية تانية اوجد حاجز نفسي كمان منتخب اسبانيا بقى ببساطة بيئة معادية نفسيا وذهنيا متوقع فيها الاخطاء اكتر من الاجادة فلما بروح المنتخب المايندسيت او الذهنية نفسها بتختلف مع الوقت بيفضل هذا الاثر السلبي في دماغي حتى لو الموقف الحالي ملوش علاقة بي مثال بسيط من نفس الفريق انا منشستر يونيتد سولشاير انا بنات سمعة في سنتين على اني قدام منشستر سيتي بقدر اضغط بشكل ممتاز والعم مراحل دفاعية جيدة ثم استغل التحولات او المرتدات لما منشستر سيتي يكبرني على ان انا ارجع في نص ملعب تمام؟ وحققت على منشستر سيتي انتصارات متتالية بالطريقة دي في المباراة الجاية بقى مع سيتي كل التفاصيل التكتيكية والظروف المباريات واخطاء جورديولا والملابسات الاخ هتتحول في دماغي اللعيبة لحاجة واحدة بس احنا بنعرف نلعب ضد سيتي احنا كعبين عالي عليهم التكتيكي والمعلوماتي والفني والتقني هيتحول لنفسي وذهني جمال هيتحول لثقة ودعم وجرأة مع الوقت وتكرار التفوق نبتدي ننسى السبب الأصلي لتفوقنا السبب المنطقي المرتدات والتحولات والضغط والمرحل الدفاعية ونبتدي بقى نسجل من كل وضعيات من ضربة سابتة نفزناها بزكاء وادفع سيتي كل واقف عادي من تبادل سريع للكرة وادفع سيتي كل واقف عادي برضو من ضربة سابتة تانية وادفع سيتي كل واقف برضو او ثقاتنا في نفسنا دي تبتدي تنعكس على إدرسون بالسلب فيدينا الكرة في البلدب من غير ضغط ولا حاجة واحنا اتنين على خمسة فماكتو ميناي يشمعها من 40 يورد ولا موقف من دول له اي علاقة بالتحولات او الضغط او المرتدات او المراحل الدفاعية بس لان اللعب ضدنا احنا كمنشيسر نويتد في اللحظة دي بقى هو كمان بيئة معادية لمنشيسر سيتي فبقوا كمان بيغلطوا حتى في المراحل اللي هم بيجيدوها عادتها والعكس لنا بنجيد في المراحل اللي احنا لانو جيدها عادتها عشان كده اخطاء دي خية في اسبانيا مش هتبقى في التنبريب القدم وبس او الخروج بالكرة او الكرات طويلة مع الوقت وتكرار المواقف واستقرار الحالة الذهنية والنفسية السلبية دي الاخطاء هتبقى في كل حاجة السؤال السادس من صديقي علي فهيم اللي بيقول كرة القدم تطورت على مر السنين واصبحت لعبة لها متطلبات بدنية زي القوة العضلية والسرعة ودلوقتي اللعب الضعيف بدنيا او اللعب البطيء ما بقاش له مكان في التوب لفل مهما كان موهوب هل ممكن في يوم الايام كرة القدم تطور اكتر وتصبح لعبة لاصحاب طوال القامة بس؟ قصي علي دلوقتي حالا بناء على اساليب اللعبة المنتشرة والانماط التكتيكية والظروف والمعطيات والسياق العكس اقرب بكتير للصح ليه؟ شرحت الاسباب كاملة من وجهة نظري في التقرير ده اتلاقيه في المصادر السؤال السابع والاخير من صديقي العزيز وزميل العمل العزيز برضو الحسيني محمود اللي بيقول كانت لحظة سعيدة جدا في حياتي الحقيقة لما بدأت اشتغل في الكرة خصوصا انها كانت ولازالت شغفي الوحيد اللي سعيت من اجله كتير قبل ما اقتحم عالم الكتابة شخص بيحاول بكل السبل انه يبقى لعب كرة قدم محترف ثم بعد اقتحام عالم الكتابة كشخص بيدبدل في الارض بكل ما اوتي من قوة عشان يبقى صحفي محرر حل الاداء معد برامج اي حاجة ليه علاقة بالكرة المهم ان نشتغل فيها المهم اني دلوقتي وبعد سنة من العمل في الكرة واعتقد دي مدة ليست طويلة يعني بدأت اشعر بملل غير طبيعي وروتينية قاتلة ومش عارف ازاي نفس الشخص اللي كان عنده طاقة جديدة للتعلم والاجتهاد ومن ثم نفس الطاقة لكتابة الموضيع اصبح بيستتقل ده بشدة هل دي فترة فراغ طبيعية بتمر على كل الناس ثم بيكمل حسيني سؤاله الطويل جدا اللي هو سؤال جميل في نفس الوقت ومعرفش ليه ممكن اي حد يرى اكتهاها على الكلام ده الحقيقة بس يخلق ما لا تعلمون يعني صديقي العزيز اولا انا حاسب بيك طبعا ثانيا للأسف لا يوجد سبيل لاستعدة شغف البداية عشان كده هو شغف بداية بس لكن ثالثا والاهم مش هنقدر نعرف ازاي نستعيد الشغف في اي شيء من غير ما نعرف ازاي اكتسبنا هذا الشغف في المقام الاول وانا هنا هخمن طبعا انت اصبحت شهوف بكرة قدم لانها كانت اختيارة كان عندك كامل حرية فانك تقول ده عاجبني ده مناسب ليه انا عايز اعمل ده هو ده اللي انا ههرب به من كذا وكذا وكذا مع الوقت تبتدي تقول يا سلام لو كانت حياتي كلها هو ده مع الوقت تيجي فرصة ويتحول هذا الشغف الى عمل وبالتالي يبدأ يفقدك حريتك عمل يعني التزامات ومعيد تسليم ودخل مادية ودخل مادية يعني التزامات اخرى ما لهاش علاقة بالعمل انفاق او الدخار او تقسيد او مشروع تجاري او مشروع زواج الاخ بالتالي هذا الشغف ما بقاش جزء من حياتك بقى حياتك اللي حصل انك تزوجت هذا الشغف والزواج فيه ارتنى الثقافي العربي هو نهاية الحكاية بعدها ينصهر الزوجين في شخص واحد وبالتالي تبقى الحياة اصعب لانه عادة ما فيش حد فيهم بيدي فرصة للتاني انه يكون لهم ساحته الخاصة عشان يلحق يوحشوا يعني فهي ده مشكلة في وجهة نظر ان شغف البدايات ده كان مثير عشان كان بيوحشوا عشان كان فيه حاجة تانية طول الوقت تشغلك عنه دلوقتي هو اللي شغلك عن كل حاجة طبعا انا فاهم ان انت وانا وناس تانية كتير بتضطر تتجوز الشغف بتاعها ده بسبب الظروف اللي مش محتاجه شرح يعني بس ما فيش شيء في ايدينا نقدر نغير بيه الظروف طيب ده يعني انه ما فيش امل لأ فيه امل لان الجزء التاني من القصة انك لسه في بداياتك فيمكن ما عندك شرفاهية ان انت ترفض شغل ده فترة الفرم مفاش رحمة للأسف مع الوقت وتفوقك وابروزك بناء على اجتهدك ان شاء الله منطقيا المفروض انه حيبتدي يجيلك فرص شغل بزروف افضل شوية تقدر تخليك تريح شوية مش تريح يعني عشان ابقى واقعي تتفرم اقل شوية تعرف تتنفس تعرف تنقي تعرف ترفض حاجة وتختار حاجة فيبع عندك وقتك اللي بتفصل فيه من القراءة والكتابة والبحث بتعمل فيه اي حاجة تاني او ما بتعملش فيه حاجة خالص لان الوقت اللي بتقرأ وبتكتب وبتبحث فيه مهم والوقت اللي ما بتعملش فيه اي حاجة من دول بنفس الاهمية برض اتمنى ده يكون مفيد باي شكل شوفك الحلقة الجاية السلام عليكم